السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات الحلبة هي أحد النباتات العشبية وتستخدم كنوع من التوابل كمادي للطهي منكهة للطعام وأيضا لعلاج العديد من المشكلات الصحية والأمراض وعادة تباع على شكل بذور ناضجة مجففة ذهبية أو صفراء الحلبة استخدمت في العلاجات الطبية منذ زمن بعيد لفوائدها العظيمة والكثيرة للجسم والصحة فهي مفيدة جدا في أولا تعزيز صحة القلب والشرائين وخفض مستوى الكوليسترول السيء LDL والدون الثلاثية كما أنها هامة لعمل القلب وتنظيم ضغط الدم فهي تحتوي على البوتاسيوم الهام للحفاظ على معدل ضربات القلب والمحافظة على ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم وتحتوي أيضا على الحديد الهام لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز قدرة الدم على حمل الأكسجين 2- تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله والوقاية من الامساك والانتفاخ وعسر الهضم 3- تساعد في تقليل أعراض الحموضة وحرقة المعدة وخاصة عند تناولها قبل الطعام بحوالي نصف ساعة 4- هي مفيدة لمريض السكري نوع تاني فعن تناولها تخفض الحلبة مستوى السكر بالدم فهي تبطئ امتصاص السكريات في جهاز الهضم وتحفز إفراز الإنسولين 5- تساعد في تقليل الدهون الضارة وخسارة الوزن عند الأشخاص المصابين بسمنة وزيادة وزن كما أنها تمنح الشعور بالشبع بسبب غناها بالألياف الذائبة 6- تساعد في الوقاية من السلطانات وخاصة سلطانات الأمعاء والقلوم بسبب غناها بمضادات الأكسادة وفايتامين سي وفايتامين اي كما أنها تساعد في التخلص من الالتهابات في الجسم وخاصة الالتهابات المفاصل 7- تساعد في علاج مرض النقرس والدراسات مستمرة لوضع مزيد من الأدلة حول ذلك 8- يساعد تناول مغلي الحلبة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم خلال الأيام الثلاثة الأولى للطمص عند الإناث بتقليل الألم المصاحب للدورة الشهرية وعدم الحاجة لتناول المسكنات 9- مفيدة في زيادة إدرار الحليب عند الأم المرضع وهذا يجعلها من البذور الهامة لزيادة الإنتاج الطبيعي للحليب 10- تساعد في تعزيز الرغبة الجنسية ورفع مستوى التستوستيرون عند الرجال وعلاج ضعف الانتصاب وزيادة الخصوبة ويمكن تناولها بشكلها الطبيعي أو كمكمل غذائي طيب ما هي فوائد الحلبة للبشرة والوجه؟ هي مفيدة في علاج مشاكل البشرة وخاصة الإكزيمة والدمامل والندب وآثار الحروق وهذا يعود لاحتوائها على فيتامين سي ومضادات أكسدي ومضادات التهاب وهنا تكون طريقة استخدامها بوضع منقوع الحلبة على قطات قماش قطنية ومسح مكان الإصابة على الجلد بها يوميا مرة إلى مرتين وهناك وصف أخرى مفيد لنظارة البشرة يتم تحضيرها بطريقة بسيطة يتم غلي بذور الحلبة وتترك حتى تبرد ثم تصفى ويتم غسيل الوجه بهذا الماء مرة كل يوم وهناك طريقة أخرى مفيدة لنظارة البشرة وهي وضع عجينة من الحلبة الطازجة على الوجه يعني حلبة مطحونة مع ماء لمدة 15 إلى 20 دقيقة مرة في اليوم هي مفيدة للبشرة ونظارتها ويمكن تناول كوب ماء مغلي ومضاف له ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة ويتم تناوله عندما يكون فاترا مرة يوميا هو مفيد في تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس طيب ما هي فوائد الأوراق الخضراء لنبات الحلبة؟ أولا تحتوي على مضادات أكسدي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات وتقليل مستوى الدهون فيه وخفض مستوى الكوليستول السيء LDL وأيضا تعزيز صحة القلب وتقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرائين ثانيا تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وهي مفيدة لمريض السكري ومريض مقاومة الإنسولين في ضبط مستوى السكر لديهم ثالثا تساعد في تعزيز صحة جهاز الهضم وتعزيز صحة الكبد وتحسن وظائفه وتعالج الإسهال ومشاكل المعدة وتفيد في التخلص من رائحة الفم الكريهة وذلك بتجفيف الأوراق وطحنها وإضافتها لعصير الليمون وشرب كوب منها يوميا رابعا تساعد في علاج مشاكل البشرة وخاصة النمش والبقعة الداكنة وتقليل آثار الندب والحبوب في الوجه خامسا تساعد في تعزيز صحة الشعر ولمعانه سواء عن طريق شرب منقوعها المغلي والمبرد أو عن طريق تطبيق عجينة من أوراق الحلبة الخضراء على الشعر لزيادة طوله ولمعانه طيب ما هي مكونات الحلبة وما هو سر قيمتها الغذائية الكبيرة؟ هي مصدر غني للمعادن والفيتامينات والمغذيات الصحية من مصدر نباتي وغني بالألياف القابلة للذوبان وتحتوي على نسبة عالية من السكريات المتعددة غير النشوية وتحتوي أيضا على بروتينات ودهون صحية فيها فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامينات بي ثلاثة وبي ستة وبي تسعة حمض الفوليك ومعادن البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد والزينك والسيلينيوم إذن هي بذور رائعة وغنية ومفيدة جدا لكن دائما يجب أن نتذكر الاكثار من أي شيء مفيد يصبح ضار الاعتدال هو المطلوب وهو الحل دائما كي نستفيد يعني في اليوم تقريبا ملعقة صغيرة من الحلبة مفيدة أو بالوزن بشكل تقريبي خمس جرام يوميا طيب من هم الأشخاص الذين لا تعطى الحلبة لهم لا تعطى للأطفال والحوامل استخدامها بالنسبة لهم فقط بإشراف الطبيب والمرضى الذين يتناولون مميعات أو مسيلات الدم مثل وارفارين وأسبرين أيضا لا يتناولونها إلا بإشراف الطبيب الأشخاص الذين يتحسسون عند تناولها لا يتناولونها هؤلاء يصابون عند تناولها بوذم في الوجه وسعال واحتقان أنف وبعضهم يصاب بإسهال ونفخة هذه هي الحلبة ما لها وما عليها فوائد عظيمة وعديدة وكنز أغلى من الذهب أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة اعذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هام وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضل الدكتورة أكابر خضور علي استشاري بالأمراض الباطن والغدل والسكر واختصاصي بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر كأطباء أمراض باطن وأخصائيين في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعائلتي